نظف أسنانك يا أنور سوف أنظفها ولكن بعد قليل وذهب أنور لفراشه ليستكمل نومه أروى هل نظبت أسنانك بعد وجبة الغداء؟ نعم يا أمي وأنت يا أنور لا تقثر من تناول الحلوى ولا تنسى بعد الانتهاء أن تنظف أسنانك حالا يا أمي استمر أنور على ذلك لا يهتم بتنظيف أسنانه وذات يوم ألم تنتهي بعد يا أنور من ارتداء ملابسك؟ فسوف نذهب الآن إلى بيت جدك لا أستطيع أن أذهب إن أسناني تؤلمني حسنا يا حبيبي سوف نذهب إلى طبيب الأسنان لنعرف ما المشكلة اه اه افتح فمك اه إن أسنانك غير سليمة إنها مسوسة وما السبب يا دكتور؟ الاكثار من تناول الحلوى وعدم تنظفها بانتظام أنا آسف يا أمي من الآن وصاعدا سوف أنظف أسناني أما أروا فقد أعطاها الطبيب هدية مجلة فرشات أسناني أما أنور فطبطب الطبيب على كتفه ونصحه بتناول الغذاء المفيد وتنظيف أسنانه يوميا بعد كل وجبة جزاق احنا الأخوة